كشف البطل المحترف سامي الحداد الذي احتجزته السلطات القطرية تفاصيل المعاملة اللا انسانية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون القطرية واكد ان عناصر الامن القطري تعمدوا ممارسة الضغط النفسي ضدهم الى جانب حرمانهم من الحقوق الاساسية كنا فعلا في محنة ما اختبارتها من قبل ما وصلتها من قبل ما توقعت ان اختبرها في هالدولة او ان تكون دولة مجاولة لنا احنا صارت بالبحر وظنيت ان بيكون فيها تعاون ان يدليني طريج الصح بدل ما يوديني للتحلكة اللي شفناها سحبوا الطرات ما خلوني ومشي او ان يخلون واحد معاي ليه ما وصلنا خفر السواحل ومن خفر السواحل بدت تواصل عندهم وخذ بطايقنا وكل شي وخبرهم باسم الطرات خذ التفاصيل ما توقعت ان يعرفون اشياء وايد عنيانا شخصيا من اول مصالة المركز يعني وكانوا مستنسين كانوا محصلين جائزة كبيرة حققوا معانا من اكثر من جهة وطلعونا يعني بالليل الظن ان انت رايح مكان ما يودونك مكان بس يحركونك بالسيارة يودونك نص البر وترجع يودونك نص بر ثاني وترجع اربع اثلاث ساعات ورد يرجعون للمركز مرة ثانية اه منعونا مو منعونا بس سكروا كل شيء علينا ان ما تتسبح ما تقلت تتسبح من اول ما مسكوننا ليه ما طلعونا ما تسبحنا اول شيء لان ما عندنا ملابس ما في ماء حار كان في موجود اول ما وصلنا الزنزانة كان في ماء بعدين تبطل ما يطلع لك حار وجو بارد ويشغلون لك المكيف في الجو البارد يشغل لك المكيف في البداية ما كان في لحاف التم من غير لحاف تنام على الارض الاكل تحاصله بس يحط لك ايها بالارض ليه ما يوصل الصرصور عليه برا الزنزانة ما يعنيه يبتدي يعطيك ايها بس ما يعطيك ايها دايركت ما يخليك تكلم ولا شخص يعني حتى المركز نفس اللي كنا فيه يابو طاقم جديد بس يوقف عن باب المكان اللي احنا واكفين فيه يمنع الشرطة الثانين يكلموننا يعني يحسسك ان انت مو بس انه ماسكك في البحر كأنك فعلا قاتل عندي زملاء في الدوحة من الرياضة وحاولوا يساعدوني من اصل بحرينيين يعرفوا بالموضوع يبيبون لي اكل منبرع ممنوع افوط او ان ابدل جاكيت او ان ابدل تي شيرت ممنوع ادوية ممنوع بعدين امنعوا حتى ايينا او يديش من باب المركز وغيروا مكاننا وما علموا اي احد حتى القائد للمركز اللي كنا فيه قبل ما يعرف احنا وين رحنا عشان ما يقول حق الناس اللي تي ترى هو روح هناك وتمينا مقضوعين من كل شيء موسيقى موسيقى ما اخرش موسيقى 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 شكرا